انا رفضت ندلي بالجواز الرماء انني انا اقير على انني خديثت القيح وخديثت ثلاثة الجراعات اخر وها الجراعات التالية خديثتها يوم السبت ولكن كاجراء كان رفضوا يعني عندنا موقف من هذا الفرد هذا لانه فيه كثير من تعسوف فيه كثير من الارتباك فيه كثير من عدم احترام اولا المواطنين واليوم تا عدم احترام حتى المؤسسة لانه باش جي وكتصرح على ان نرى جواز اللي كان راه غير صالح من بعض الشهور وكتعتمدوا اليوم في الولوجة لمؤسسة الشريعية منفروض انها كتشرع فاذا بناء اذا كنواجهوا عن النوع ديال اللمس اولياء وديال الارتباك اليوم واليوم اكتب رأى مطالب انه يعطينا اجوبة منطقية اللي يقبلها العقل اما الحد الان فره كل اياد الممارسة لا يقبلوا هالعقل ولا يقبلوا هالمنطق احنا سنجيب يعني لكل حاديثين حاديث لكل عبرنا على رفضنا الهد الممارسة هادي والهد الارتباك هذا والهد القرارات اللي فيها الكثير يعني من عدم الاحترام والكثير من تعسف وبعد ذلك بطبيعة الحال سنعود الاجهزة ديالنا وغادي يكون عندنا الجواب المناسب انا درست تلقيح لانني انا ما اتلقيح انا ما رفضش تلقيح بالمناسبة انا درست الجرعة اللولة والجرعة التانية ودزت اليوم ستشهول واخديت الجرعة التاليتة يوم السبت لست ضد تلقيح انا ما اتلقيح مع العلم ولكن ضد الاجراءات يعني اللمس والتعسفية والقانونية والغير سليمة وليما كتحتارمش في الواقع المواطنين اللي كنا امام مؤسسة شريعية اللي كتحتارم رأسها ولنفروض انها تقدم اجابات المواطنات والمواطنين اللي كينتظروها اللي كينتظارات كثيرة لنفروض انها ما توقعش في هذه النوع ديال الازدواجية وفي هذه النوع ديال الارتباك خصوصها تكون منساجمها مع النوبل العمل اللي لنفروض انه تحتاضنه